علامة يأس وده مش عنوان صحفي ده اللي انا حسيته وانا بتابع وسائل الاعلام اللي قالت المؤسسة الامنية الاسرائيلية وزعت منشورات في غزة بتدعو فيها الفلسطينيين ان هم يبعاتوا معلومات عن المحتجزين مقابل مكافأة مالية والمنشورات مكتوبة بلغة عربية ركيكة بتقول ان كنت تريد مستقبلا جيدا لاطفالك فافعل الخير وارسل لنا معلومات ثابتة ومفيدة تخص المحتجزين في منطقتك ويعيدكم الجيش بالنو سيبزل جهده كي يحافظ على امنكم وسلامة بيوتكم وكمان مكافأة مالية ما استغربش ان يبقى فيه واحد خائن ان هو يحاول يعمل حاجة من الحاجات مش موضوع المعلومات انا بتكلم عموما يعني حد بقيتلي فيديو لواحد مصري وبيقول انا مصري وانا بقيد اللي بتعمله اسرائيل جبالي ده مش ممكن يكون مصري ليه يعني احنا مية وخمستاشر مليون اكيد فيه بيننا ناس ممكن تبقى تصصها لا ما تصوص يبقى عندها مشكلة ليه لا بس اذا كانت اسرائيل بتستخدم واحد مصري عشان يتلا يقول انا مع اسرائيل يا عم تعالى اتفرج على مية مليون مصري بيقولوا عنك ايه وانا اعتقد انت عارف هما بيقولوا عنك ايه مش محتاج ان انا اقولك اشتركوا في القناة